موسيقى حياكم الله مشاهدين كثيرة هي مفارقات حروب الاعلام في زمن طوفان الاقصى خطابات تجاهر بابادة الفلسطينيين تمر مرور الكرام على شاشات كبرى واخرى تدين المجازر لا تسلم من مقص الرقابة والتعليق هكذا يفصل ثوب القانون الدولي على مقاسي السياسات التحريرية في حلقتنا الجديدة من حروب الاعلام نتوقف عند ازدواجية التعامل مع واقع الابادة في قطاع غزة والازدواجية هذه تنسحم حكما على عنوين كثيرة اخرى مثل الحرب السبرانية فاين يتجلى ذلك وكيف يتفاعل الاعلام الغربي عموما والامريكي تحديدا مع الموقف الصيني الرسمي والشعبي من التطورات في فلسطين المحتلة هذه العنوين وغيرها نفصلها مع مديرة الميادين باهي حلاوة وضيفنا من ستوك هولم رئيس مركز الشلال في السويد أولف ساند مارك حياكم الله ضيفي العزيزين سيدة باهية مساء الخير نبدأ من العنوان الاول المتعلق بحرب الابادة وخطاب الابادة وكيف يمر هذا الخطاب في الاعلام أو عندما يتم التوجه للرأي العام دون اي ادانات صحيح عندما نتحدث عن ازدواجية معايير وجزء من هذه الازدواجية كنا نعاينه يوميا بعملية التحريض الممنهجة التي نشهدها على شاشات التلفزة على منصات التواصل الاجتماعي من قبل سياسيين وشخصيات لها حضورها وقدرتها على الوصول للجمهور بشكل سريع وشكل تلقائي نحن هنا نتحدث كمال عن منظومة هيمنة متكاملة الأركان نتحدث عن بنية تحتية كاملة من الحصول على ترخيص إلى فتح مكتب إلى عملية البس عبر الأكمار الاصطناعية كل هذه المنظومة تخضع لخطوط حمراء يعني لا يجوز المس بها ولا يمكن أن تكون محرجة أو مؤذية للسردية الغربية أو للصورة التي تريدها إسرائيل ومن خلف الولايات المتحدة الأمريكية أن تصل للجمهور ولعامة المتابعين وهذا ربما ما يفسر ما نراه على شاشات كثيرة من تعويم الخطاب الإسرائيلي وفي مقابل شيطنة لخطاب المقاومة نريد أن نبدأ من هذا الفيديو اليوم في مقابلة على شاشة I-24 الناطقة بالفرنسية هذه المستوطنات يعني المستوطنات تجاهر في المقابلة بالدعوة إلى إبادة المواطنين في قطاع غزة عبر إلقاء كنبلة ذرية سنشاهد ماذا تقول وكيف جرى السماح لها بنشر هذه المادة أو التعامل معها وكأنها تتحدث بأمر بسيط أو بأمر عادي جدا نتابة 45 soldats qui tombent tous les jours Tous les jours vous ouvrez votre WhatsApp Et vous regardez 2, 3, 4, 5, 6, 7 Et bien aujourd'hui je pense qu'il y a une décision à prendre D'accord Je comprends tout le monde D'accord Je comprends les pauvres personnes de Gaza Mais nous c'est notre survie Donc je pense que les politiques doivent accepter D'appuyer sur le boom Et malheureusement j'ai juste un message à faire passer aux politiques إنه يمكنك أن يقول هذا. إنه يسرع مهما أعطى. إنه يحب أعطي. إنه يقولنا لن يقدرناه من التكتب. نحن أعطي. إسمنا للسرائل يجب أن يكون لديه ، أنه يجب أن نعطيه ، أنه في السابق ، سيكون إثناء ، ومذلك المسافة ، أيضا ، يجب أن يكون لديه ، سيكون لديه ، دعوة إلى الإبادة الجماعية جريمة ولكن الإدعاء لا يحرق ساكنا وهنا تطرح علامات الاستفهام كيف تعطى مثل هذه الأشخاص المساحة والمنبر لمواجهة حتى لا يقاطعون مقدم البرنامج للاحتجاج أو للتصويم تماما هذا ما كنا سنستعرضه أيضا وسنعرض في سياق المواد التي حضرناها كيف أن في المقابل الأشخاص يتحدثون بطريقة بسيطة جدا لا فيها لا تحريد ولا معادات سامية ولا معادات لأي جهة معينة فقط يوصفون الأمور بشكلها الطبيعي لا يسمح لهم بإكمال الجملة حتى ولا يعطى لهم الهامش لإكمال الفكرة التي يريدون قولها في تغريدة أخرى يتحدث أيضا هذا الناشط أتذكر كيف جرى حاضر ببث قناة روسيا اليوم الناطقة بالفرنسية وموقع سبوتنيك من دون أن يبثى هذا النوع من الرعب وبالتالي هذه يعني عينة أولا عينة أن الجمهور اليوم لا ينسى ماذا يحصل الجمهور لديه القدرة على أخذ أعينات وأخذ مشاهد وأخذ محطات من التاريخ ومن مسار الأمور وتعامل الإعلام وتعامل كبريات شركات تكنولوجيا وشركات البث مع موضوع السرديات وموضوع الإعلام وكيف يتم السماح لشركات دون شركات أخرى لبث المحتوى وأعطاها الحرية بنشر ما تريد في مقابل أي جهة أخرى ما حصل في المواجهة الروسية الأطلسية جرى الاستفادة من هذه الشركات التي تتبنى وتعمل كأدات وظيفية بالنسبة للحكومة الأمريكية وتعمل بالإنابة عنها في أوروبا على وجه الخصوص وتحولت لمنع الجهة الروسية من تقديم أي خطاب ومن تقديم أي سردية حتى مضادة للسردية الأطلسية التي كانت تنتشر على المنصات وعلى المواقع الإلكترونية وعلى شاشات التلفزة جار حجب كل ما يتعلق بالسردية الروسية وذلك منذ الأيام الأولى لهذه المواجهة لأن السردية الروسية بمكان معين غير مرحب بها أمام الجمهور ولا ترضي هذه الحكومة الأمريكية في مقابل مثل هذه المواد هي تخدم بمكان معين وتمر بشكل طبيعي هنا نشاهد أيضا هذا التعليق لعدو الكنيسة بوعز بسموت وهو يستخف بالمجازر الإسرائيلية في غزة على الهواء في مقابل مع مراسلات قنات الأسئلة 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 هذه المواجهة ce sont des secouristes palestiniens qui enterrent des dizaines de corps de Gaza. Vous allez le voir, ils ont même recours à un bulldozer tellement il y a de corps. Le Hamas dit que ces dernières 24 heures, il y a eu 200 morts à Gaza. Sans prendre position d'un côté ou de l'autre, quand vous voyez ces images humainement, c'est insoutenable aussi ? Lorsque je vois ces images, je vois ce que Hamas est responsable dans la région. C'est tout ce que je vois. Je vois ici des cadavres, des corps enterrés. On ne sait pas, vous aussi, vous ne savez pas qui sont des terroristes ici, qui sont des civils. Vous ne savez pas, bien sûr, ce sont des images que l'on voit aujourd'hui. T'chewel m'oblashara il y a d'aïfi de Stockholm, Olf Sandmark. Je vous remercie, je vous remercie. Ar分 cas, mon başardiste, il y a d'aïfi de la SJ. En ce moment où la je vous remercie de la Ş. Il y a l'aïfait, l'aïfi de la Fr. Et je me l'aïfait de tes photographer. J'ai fait inaudi de l'arrivée. Il y a l'anir... Il y a l'anir aïe. Il y a l'anir... Il y a laïfait. Il y a l'anir hésit. Il y a laïfait d'un. Il y a l'anir... Il y a laïfait. Il y a laïfait de l'anir... ليسوا بشرا كما بقية البشر في العالم أو في الولايات المتحدة أو في الغرب بالمقابل وكما عرضنا كذلك ممنوع أن تظهر أي تعاطف مع الضحايا أو مع الفلسطينيين ومباشرة يتم مقاطعة أي شخص يحاول توصيف ما يجري في غزة على أنه إبادة جماعية أو حرب ضد الأطفال أو المستشفيات أو المدارس مع أن هذا هو الواقع فعلا ما يجري في غزة هل نستطيع أن نفسر هذه الظاهرة سيد سان مارك؟ نعم شكرا سيد كمال على الاستضافة وأطفق بشكل كبير مع ما قالته السيدة بهية لأن هذا بالفعل ما يحصل الآن ما نرى في وسائل اللامة الغربية عسكرة لكل نواحي الحياة العامة وهذا ينطبق على وسائل الأعلام التقليدية وسائل الأعلام هذه أصبحت دعاية بروباجاندا لحلف الناتو إذن يدفعون باتجاه الحرب كل يوم وهنا في السويد أيضا نحن على وشك الدخول في حرب بعد عامين ونصف مع روسيا هكذا يقال وعلينا أن نستعد لذلك وفي كل أنحاء أوروبا نرى أمور مماثلهم في حالة هسترية لأنهم يقصرون معركة المعلومات وليس لديهم التفوق الأخلاقي الآن الجماع يدرك ذلك من خلال ما يروجون له مع هذه الفضائع والإبادة الجماعية التي ترتكب في غزة هذا يظهر بأن التفوق الأخلاقي للغرب انتهى إذن هم يقصرون هذا التفوق أو ما يقال عن أنه تفوق وما نرى أيضا في الإعلام أن هناك مظاهرات كبيرة جدا ضد الحرب الإسرائيلية في غزة والإبادة الجماعية ضد الفلسطيني خاصة جيل الشباب هؤلاء يتظاهرون بالآلاف مئات الآلاف في أماكن مختلفة من العالم الآن ونتحدث عن الجنريشن زد أو الجيل الأجدد ما بعد الألفية والذي بدأ يلعب دور نشيط في السياسة ضد بايدن والحكومات الأوروبية والاتحاد الأوروبي نرى صحوة للشباب والأمر مشابه للستينيات عندما كنت أنا شاب نحن كنا ننشط ضد الحرب الفيتنامية كناشطين سلام وبدأنا نرى نفس هذا السناريو الآن مع هذا الجيل الشباب هذا الجيل يقوم بالتعبئة ضد هذه الفضائع وأيضا من أجل الإنسانية والبشرية ومن أجل المصلحة العامة هناك الكثير من الناشطين كما كان في حرب فيتنام أيضا هم يتظاهرون وينشطون ضد هذه الحرب ضد الفلسطينيين سواء كان في أمريكا أو حتى هنا في السويد إذن هناك تحول يجري هم يقصرون حرب المعلومات الناس لا ينظرون إلى وسائل اللامة التقليدية هذه بمصدقية يعرفون بأن المعلومات منحازة وبأن المسألة بروباقاندا والمسألة فقط دعم لأوكرانيا إلى آخره والبدأ يرون نفس الشيء الآن مع المجازر التي ترتقب من قبل الإسرائيليين في غزة من قبل الحكومة الإسرائيلية الصهيونية العنصرية إذن هذا هو الوضع الذي نواجهه ولكن هناك كذلك مظاهرات اقتصادية ينظمه المزارعون يأتون بالجرفات إلى الشوارع والنقابات العمال وهذا أيضا يعود أو سببه عسكرة الاقتصاد وعسكرة الميزانية كل شيء كما نسمع كل شيء يحول للجيش يلغون الإعانات للوقود للمزارعين وبالتالي يعانون من الأفلاس أو يدخلون حالة الأفلاس طيب سيد ساند مارك يعني ما قلت وأنا كنت سأناقش مع زميلتي هنا هذا الأمر أن السيدة بهية باعتبارها من المتخصصين أو المهتمين والباحثين قد يكتشفون أو يلقون الضوء على الإسدواجية في الخطاب في الأعلام لكن سيدة بهية هل هذا يمر على الجمهور؟ يعني لفتني سيد ساند مارك عندما قال أنه هذا لم يعد يؤثر باعتبار أنه ما في ثقة بوسائل الإعلام التقليدية لكن المتخصصون قد يطرحون هذا للنقاش كما نطرحه هنا في البرنامج لكن أمام الجمهور العادي هل يمر هذا الخطاب أنه يخطر في بال المشاهد والرأي العام أن يجري مقارنة بين الخطاب في الحرب على أوكرانيا أو بين خطاب الحرب على غزة وغيرها من الأمور؟ صحيح طبعا يعني يكمون بمثل هذه الممارسات لا نتحدث عن انتباعات يعني من عينات قليلة نتحدث عن ظواهر نشاهدها على هذه المنصات ويمكن القول فعلا أنها ظاهرة لماذا؟ لأنه هذا الجمهور الذي تحدث عنه السيد قبل قليل جمهور الألفية والجينريشن زي وغيرهم من الشبان والناشطين الذين يتفاعلون على المنصات كان دائما يواجهون تهمة بأنهم غير مهتمين بالقضايا السياسية والقضايا العالمية وبأنهم يعني يركضون خلف المادة التسطيحية المادة البسيطة المادة الضعيفة إلى حد ما لأنه اهتماماتهم مختلفة لا يحبون الكراءة وما شابه ولكن ما تثبته الأرقام ما تثبته البيانات وما تثبته أيضا الحالة الشعبية التي نرصدها والحراك الموجود في الغرب على وجه الخصوص في عدد من الدول الأوروبية في الولايات المتحدة بشكل أساسي أن هذا الجيل مهتم بالقضايا السياسية ولكن هو يهتم بأساليب مختلفة بأشكال مختلفة يريد الوصول للمحتوى بطرق أسرع بطرق أبسط بطرق تشبه اهتماماته وتشبه الطريقة التي يعني يستهلك المحتوى من خلاله وبالتالي كل هذه المزاعم التي شهدناها ربما بدأت تسقط منذ معركة سيف القدس حيث شهدنا دورا لافتا لهذا الجيل واليوم يتأكد هذا الأمر بشكل أكبر والواضح من المحتوى كمال أنه في عمق بالمادة التي يتم تقديمها على المنصات لا نتحدث عن مادة فقط أنه أنا أؤيد القضية الفلسطينية وسأنزل للشارع بدون أي معطيات بدون أي أدلجة ربما لهؤلاء الناشطين لا نتحدث عن زوايا مقارنات عملية مطاردة يكمون بها للإعلام التقليدي على وجه الخصوص ويكمون بتذكير هذا الإعلام وهؤلاء الكتاب بأن هذا كان موقفكم مثلا بمواقف شبيهة بالمواجهة الروسية الأطلسية وغيرا من الغمور ولماذا غيرتم وبالتالي غيروا المحتوى فيه نماذج أخرى إضافية في هذا الملف هنا سنشاهد مقدمة البي بي سي لوسي هوكينغز التي تقاطع ناشطا فلسطينيا لمجرد أنه تحدث عن الإبادة الإسرائيلية في غزة نحن عيننا في السابق كيف تفاعلت البي بي سي وأي مواقف كانت تتبنى وأي سرديات ولكن هذا لافت اليوم بعد مرور أكثر من 80 يوما على معركة طفان الأقصى أن يبقى هذا الأسلوب وأن يبقى هذا الخطاب بغض النظر عن كل الانتقادات وكل المواجهات التي نشاهد سنشاهد هذه الصوتية سريعا سنشاهد هذه الصوتية فكرة أتمنى تحدث عن السابق أناساة أنت في صوت حيواني أتمنى أناساة إسمعنى إذن مازالد وأن الأسرائيل سأتمنى إذن الأسرائيل إن توضي إنهم أنهم سنشاهد أمريك أن تتعرض بخصصة المساعدة المتبعين مع جديدة المتبعين تقلقين انتقال 100 من المتبعين ويجيلة التالية كانوا يرجعون أمريكا شكرا لك أحتاج أن يتقال بالمتابعة بأنهُعجا غيشة أن الارضة بحيش أمريكا يدون أن يتحدث أن هذه الأمر في غازة المتبعين فيها وأن تقلق المساعدة وكأن كل مقدم وكل مديع وكل ناشط يعني مجند للدفاع عن السردية الإسرائيلية ومهاجمة أي شخص سيقدم البديل والمشاهد موجودة والفيديوهات وكل هذه المصادر يعني متاحة للجميع ليطلع عليها هوب هي تعريف الجنوسايد حتى في الأمم المتحدة تعريف واضح يعني الإبادة الجماعية ليست مصطلحا ترك بالنسبة للأمم المتحدة من دون تعريف هناك تعريف معتمد للإبادة الجماعية هو يتطابق تماما مع ما يجري حاليا في غزة أساسا هذا مقالته الجماعيات والمنظمات التي تتحدث بهذا الإطار وتعتبر أنها إبادة جماعية ودائما تستخدم مصطلح مستمرة لأنه ما زال الأمر مستمرا حتى هذه الساعات مع كل الضغط ومع كل الانتقادات التي نعينها في المقابل ولأن هذا المستوى مزال موجودا في القنوات التلفزيونية إن كان في بريطانيا في الولايات المتحدة هذه العينات من الخطاب ومن منع السردية البديلة يعني أصبحت أيضا تستفزت شخصيات سياسية والمؤثرين والناشطين ليقدموا حراكا بديلا ومواجها بالتوازم مع ما نشهده ولأنه مع مرور الوقت يتضح أن هذا الضغط ولو يشكل إحراجا للمؤسسة الأمريكية ولو أنه شوها الصورة التي تريد الولايات المتحدة دائما أن تنشرها عن نفسها بالإعلام وأمام الرأي العام العالمي نجد مثلا أيضا في الاتحاد الأوروبي كذلك الأمر هنا نحن أمام عضو البرلمان الأوروبي كلير ديلي التي تواجه أرسولا فاندرلين من جديد باعتبار أنها مستعدة لإعداد حزمة للدفاع عن الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي ولكن تدعم نظام الفصل العنصري الإسرائيلي اللافت هنا أيضا المصطلحات التي استخدمتها كلير وسنتابع في هذه الصوتية كيف تخاطبها وكيف تواجهها نجد حدود التحوير العام العام بسبب العالمية دون العام المعاري بسبب العام يمنع كيف تخلق الشحكي هذه المقه دستخل الأمر بسبب العالمي لديم القوة من الإرسل الليل أفضل التنصف من الأماكن من العام الصفاء من قبل من الفيضان يمزي للغاية خارجي من المصطلح البنس جميعاً لجميعاً 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 رجيمة جداً التي يسمى أنها مجموعة ديمقراطية كما يقوم بشكل مجموعة أسفل حسناً يا الله! مع مجموعة ديمقراطية مثل ذلك أعتقد أن أتحدث عن الكثير من الأمور عندما أقول نايم دانك لا شكراً لأجنساد تصفها بأنها ليست أرسولة فاندرلين تقول أنها أرسولة فاندرلين تقرن اسم أرسولة بعبارة الإبادة الجماعية وهكذا تفاعل معها الناشطون على المنصات فعلاً كانت تمثل رأي مجموعة كبيرة من الناشطين ومن المتفاعلين في أوروبا هذه عضو البرلمان الأوروبي كلارا دايلي كلنا نستمع إليها قبل قليل لنختم بنفس السياق موقع ذهل يتحدث عن الولايات المتحدة التي عليها أن تعيد النظر في ولائها الأعمى لإسرائيل وأيضاً هذه الأرقام التي نعينها يومياً واستطلاعات الرأي وكل هذه الأرقام تشير فعلاً بموضوع حرب الصورة ولو أن الحكومة الأمريكية لم تخضع بعد لأي من الضغطات التي مارسها الشارع والحراكة الطلابي والمقاطعة وكل هذه الأمور التي نوثقها يومياً بحروب الإعلام إلا أنه بحرب الصورة فعلاً سقط القناع وبات الجمهور مدرك تماماً لدعم أمريكا لإسرائيل وتحميل المسؤولية المباشرة لهذه الحرب ولهذه الإبادة الجماعية التي تعرض لها السكان في غزة سنتقل سيد ساند مارك لتعليق كذلك كل هذا ألا يؤدي سيد ساند مارك إلى فقدان المصداقية فقدان الثقة أيضاً المحاكمة التاريخية والتقييمية لهذا الأداء والأهم هو تقويض النظام الدولي الحالي وعدم ثقة كثير من الأطراف في هذا العالم بهذا النظام الدولي الذي وضع قواعد يستطيع أن يخترقها هو بنفسه في أي وقت يشاء دون أي محاسبة أو محاكمة أو مراجعة نعم نعيش بالفعل فترة لافتة ما نراه مع السياسين مثل كليرا ديلي هي بالفعل امرأة شجاعة وفي هذه المرحلة الناس يتخذون خطوات جريئة وشجاعة ويدلون بتصريحات شجاعة وهذا بالفعل يغير في العالم هذا يغير في التاريخ وبالتالي تطورات دراماتيكية حيث هناك إمكانية أن يتغير العالم الغربي وأن يعود إلى الوراء وأن لا يسير نحو الضمار والحرب العالمية هناك الكثير من المظاهرات أنا شاركت أيضا في المظاهرات في ستوكروم حيث كانت ديلي ونحن عدد كبير نتحدث ونرفع الصوت والشباب أيضا يتبعون ببراعة كبيرة باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لا يستخدمون أو لا يلجؤون إلى وسائل الأعلام فقط في غدون يوم واحد يمكنهم من خلال تيك توك أن يغيروا الخط السياسي بأكمله وأن ينظموا نشاطات كبيرة في أنحاء مختلفة من العالم بالتالي هذا ورع مغاير حيث أن الشباب يلعبون الدور القيادي وأيضا هم يتدخلون ويدخلون الاجتماعات السياسية والنشاط السياسي كما فعلت كليرا دايلي كما تدخلت في هذه المنصة في البرلمان الأوروبي وبالتالي هناك عدد أكبر ومتزايد ينضم إلينا ويرفع الصوت ويمكن أن نغير التاريخ على هذا الوضع وليس لدينا فقط أناس يتمتعون بالشجاعة من اليسار لدينا أيضا القطب الجنوبي أو المعسكر الجنوبي في أوائل العام المقبل سيكون لدينا البريكس بقيادة الرئيس بوتين وروسيا وسنرى سياسة اقتصادية جديدة يمكن أيضا أن تدخل العالم في هذه المعركة وأن تزيد من الضغوط بحيث قد يتغير الوضع بشكل كبير وأننا نكتفي فقط بهذه الأراء وبهذا الحراك بالتالي سيكون لدينا قوة أكبر من أطراف مختلفة وأيضا ما أريد أن أؤكد عليه السياسة من أجل تحويل السيوف إلى آدات للترميم أي أن نعمل من أجل الصالح المصلحة العامة أن نقوم بأمور تفيد الناس تفيد البشرية وبهذه الطريقة يمكن أن نجند المزارعين وأطراف أخرى ناس يشاركون أو يتدره الآن ندخلهم أيضا إذن نحول هذه السيوف إلى الآدات للترميم ونوثق كيف أن المؤسسة الصناعات العسكرية لديها ميزانية حوالي ترليون دولار أو ألف مليار وذلك من أجل الأنفاق على الحروب في حال استفدنا من مثل هذه الأموال من أجل المشروع يمكن بالفعل أن نغير العالم ويمكن أن ندخل جميع العمال يمكن أن ينضموا إلينا وهذه السياسة مهمة جدا أن لا ننظم المظاهرات فحسب وإنما أن ننظم اقتصاد جديد تماما كما تفعل بريكس وأيضا مشروع حزام واحد طريق واحد والدول التي تقوم بتطوير سياسات جديدة أو ما تقترح الصين يعني عادة سيد سان مارك يتم المراهنة على مثل هذه التغيرات الاستراتيجية لإحداث تغيير مهم في السياسات الغربية والأوروبية ربما الحديث عن مسألة التغيرات تشهدها أوروبا والولايات المتحدة خاصة لجهة ما تقوم به النخبة في هذه البلدان يحتاج أيضا إلى نقاش قد يكون يحتاج إلى نقاش منفصل سوف أنتقل مشاهدين إلى القسم الثاني من هذه الحلقة الذي يتحدث عن الحرب السبرانية وماذا تعني هذه الساحة الساحة السبرانية وكيف تم أيضا استخدام هذه الساحة في حروب الأعلام سيدة بهية نعم كمال الساحة السبرانية فعلا هي أنعكاس لما يشهده الواقع في المنطقة بموضوع الصراع مع الكيان الإسرائيلي وداعميه بمقابل المقامة وداعميها أيضا بكل أركانها وفي مختلف الساحات هنا نحن أمام إبراء حراك فاعل ومواجهة فاعلة أيضا في هذه الساحة لسيما بعدما شهدته من تطور بمجال الذكاء الاصطناعي وكل الأمور التي تغذي هذه الجبهة التقنية المختلف بالساحة السبرانية وهي التي تحصل فيها هذه المواجهات ولكن بدون أي معطيات رسمية من أي جهة من الجهات فعليا وبالتالي تبقى المواجهة بإطار مجهول إلى حد كبير بالنسبة للجمهور والمصادر ربما الأولى التي نرصد من خلال هذه المواجهة أو هذه الهجمات والردود حولها هي منصات التواصل الاجتماعي وحسابات المستوطنين مثلا البارحة وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل ولكن في هذا المحور تحديدا سنتحدث كيف تحولت هذه الجبهة السيبرانية والأدوات المستخدمة فيها إلى أداة إضافية لشيطنة المقاومة وكل الجهات بهذا المحور أو بهذه الساحة البارحة كمال كان فيه عدد من الحسابات الإسرائيلية التي زعمت خروج محطات الوقود عن الخدمة في إيران بسبب هجوم سيبراني في مقابل حسابات أيضا كانت تتحدث عن تعرض إسرائيل لهجوم سيبراني أسفر عن انقطاع الكهرباء من مناطق واسعة جدا بداية الحديث كانت الأرقام أنه ما يقارب 300 ألف منزل في المستوطنات بعدها عادت الخدمة تدريجيا إلى 200 ألف منزل وبعدها عادت الخدمة بشكل طبيعي يعني بعد ساعات ما كان فيه مصادر رسمية تتعامل مع هذا الموضوع ولا أي مؤشرات رسمية ولكن الحسابات التي تعاملت مع الخبر هي حسابات دائما ما تنقل أخبار عندها مصداقية عالية أو أخبار موثوقة وكانت دائما تلجأ لأصحاب هذه المنازل الذين تحدثوا حتى عرضوا بعض الصور عن انقطاع تام للتيار الكهربائي لماذا نتحدث عن هذا الموضوع؟ بشكل أساسي بعد اغتيال العالم الإيراني محسن فخر زادة وبرصدنا للإعلام الأمريكي والإعلام الإسرائيلي أيضا الذي يتماهى بموضوع المواجهة السيبرانية يمكن أن نقول أنه نلحظ ارتفاع كبير بعدد المواد وعدد المنشورات التي تتهم فيها إسرائيل وأيضا الإعلام الأمريكي إيران بمسؤوليتها عن هجمات سيبرانية متعددة تارة يقولون أنه تعرض البنية التحتية أو أجزاء من البنية التحتية مرة قطاع الرأي، رأي المزروعات مرة مثلا الجرد والأمور المرتبطة بالتيار الكهربائي وتوزيع الكهرباء المياه، وكل هذه الأمور بشكل متفاوت واللافت أكثر أنه دائما ما في أي رد من الطرف الإيراني ودائما يبقى الموضوع بإطار الاتهامات الأمريكية والاتهامات الإسرائيلية بهذا الإطار بجزئية التحليل لنوعية هذه المواد ولنوعية هذا المحتوى سنأخذ هذه العينة من شركات إسرائيلية تتعامل مع الهجمات أو ترصد هذه الهجمات وتتحدث عن فعاليتها وعن أي قطاعات تأثرت فعليا من هذه الهجمات السيبرانية يركزون عن موضوع التصنيع القطاعات الحكومية بشكل أساسي ومن بعدها أمور مرتبطة بالخدمات وتكنولوجيا المعلومات والجمع الداتا وما شابه أيضا اللافت هنا أنه يتحدث هذا الرئيس موظفي تشك بوينت وهي شركة أيضا إسرائيلية متخصصة ومدفوعة بالذكاء الاصطناعي لرصد هذه الهجمات السيبرانية يتحدث عن ارتفاع بنسبة 20% في الهجمات السيبرانية أثناء الحرب يعني أثناء طفان الأقصى 50% من هذه الهجمات استهدف القطاع الحكومي الإسرائيلي هذا ما يقوله مدير هذه الشركة شركة تشك بوينت أما بالنسبة للمقالات يعني لو أردنا أن نستعرض كيف تتعامل هذه المقالات وعنوين هذه المواد نماذج من المقالات من الإعلام الإسرائيلي أو تصريحات لمسؤولين إسرائيليين حاولوا توجيه الرأي العام الأمريكي والغربي دائما يتحدثون باللغة الإنجليزية لتصبح هذه المادة معتمدة وتصبح هي ربما الإنسايتمنت للإعلام الأمريكي اللي يتعامل معها الهجمات لا تتعلق فقط بإسرائيل بل هي أيضا تستهدف منشآت أمريكية وغربية هذه الجزئية الأولى التي يجمع عليها الإعلام الإسرائيلي أيضا نقرأ في تايمز أوف إسرائيل مقالم بعنوان الهجوم السيبراني الإيراني يستهدف التكنولوجيا الإسرائيلية التي تستخدمها هيئات أمريكية عديدة محاولة من الإسرائيليين للقول أنه بالموضوع السيبراني إسرائيل والولايات المتحدة يعني يشكلان جبهة واحدة وأنه من يتعرض للبنية التحتية الإسرائيلية هو يتعرض للبنية التحتية الأمريكية ومن يواجه الشركات الإسرائيلية أيضا الشركات الأمريكية ضمنا هذا الأمر صحيح لأنه أساسا معظم هذه التقنيات تحصل عليها إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية من سيليكون فاري والأهم أنه ساعت الولايات المتحدة لتحويل تل أبيب لتصبح مركزا مركز الثقل الأساسي بالشرق الأوسط لأهم التقنيات وأهم شركات التكنولوجيا لفوائد عديدة منها أنه تصبح قدرة للوصول على البيانات أنه تحت سيطرة الحكومة الإسرائيلية لتوظيف كل هذه التقنيات بشتى المجالات العسكرية والأمنية والتجسس وكل هذه الأمور وهي أيضا محاولة لمخاطبة الجمهور الغربي لمخاطبة الجمهور الأمريكي بموضوع الذي ذكره السيد قبل قليل موضوع المجمع الصناعي العسكري والحث حث هذا المجمع الصناعي العسكري لضخ المزيد من الأموال ولتمويل المزيد من المشاريع المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والروبوتس وكل هذه الأمور لتكون مكرسة ومسخرة للحكومة الإسرائيلية بمواجهتها لهذا العدو الإيراني الذي يصور على هذه الشاكلة بالنسبة للجمهور الغربي لاحظ معي مثلا في هذه المادة الروبوتات تجعل الجيش الإيراني أخطر من أي وقت مضى هذا عنوان تجده في مادة إسرائيلية وسرعان ما تجده في مختلف المواقع الأمريكية بنفس الاتجاه أيضا دولة الرقابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في إيران تستخدم الدولة الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التعرف إلى الوجه لفرض قوانين صارمة هذه محاولة شيطنة إضافية وتحريك الموضوع على الجمهور الإيراني ومحاولة تبرير أي هجوم أمريكي يعني هجوم من الإعلام الأمريكي على الحكومة الإيرانية وما شابه الخلاصة الأخيرة التي نريد المقوف عندها هو موضوع التقنيات المتقدمة بإيران بشكل أساسي في السنوات القليلة الماضية ربما في العشرية الماضية كان في تطور لافت جدا على مستوى التقنيات بمختلف مجالاتها نتحدث عن الأوراق البحثية الإيرانية التي أصبحت منتشرة في معظم أنحاء العالم وفي معظم الأماكن التي يمكن نشر فيها هذه الأبحاث وهذه المعلومات أيضا نتحدث عن توظيف لهذا الأمر بأمور مفيدة جدا للمجتمع مفيدة إن كان بالقطاع الصحي إن كان لتخليص مثلا المواطنين من الغرق قبال السواحل أطفاء الحرائق مراقبة الحيوانات كل هذه الأمور لا تسمع عنها لا تسمع عن تطور بموضوع الطلاب الجامعات المتخصصة بموضوع التكنولوجيا وما شابه ولكن فقط تسمع عن الموضوع بإطار المواجهة مع إسرائيل الهجوم على العسكرة يعني عموما تماما وهذا يعيدنا لنفس الأسلوب الذي مارسته الولايات المتحدة الأمريكية مع روسيا والصين في العشرية الماضية أيضا نذكر حتى من وقت الانتخابات يعني الأمريكية وأتهام روسيا بالتدخل بالانتخابات دائما أي خلل يصيب الأجهزة الحكومية في الولايات المتحدة دائما يقولون أن هذه هجمة سيبرانية من الصين ونفس الأسلوب أيضا روسيا والصين لا رد رسمي ولا أي مبالات لهذه الإدعاءات الكاذبة والإدعاءات النظامية الموضوع السيبراني سيد ساندوارك والحرب السيبرانية كيف تستخدم هذه الحرب وهذه المزاعم كذلك لشيطنة الخصوم أنا لدي ملاحظات يمكن الوقوف عندها من كلام السيدة بهية أولا مسألة التركيز في الموضوع في موضوع التكنولوجيا على الأبحاث المتعلقة بهذا المجال فقط على الموضوع العسكري أو الموضوع الاستخباراتي دون الحديث عن تقدم في فوائد هذا التقدم في مجالات أخرى مجال الطبية المجال الزراعي ومجالات أخرى كثيرة المسألة الثانية وهي عملية شيطنة الآخر يعني عندما يتحدثون عن إيران يتحدثون عن مجتمع منغلق يتحدثون عن إديولوجيا عن رجال دين عن سلاح وأسلحة لكن لا يتحدثون عن مجتمع إيراني له مجالات كثيرة متقدم فيها هذا المجتمع هذا ينطبق كذلك على الصين وعلى روسيا نعم بكل تأكيد ما وصفته السيدة بهي أيضا دقيق ويصف الوضع الجديد الذي نواجهه حيث أن الولايات المتحدة وإسرائيل هي ليست أطراف الوحيدة التي تسيطر على الحرب السيبرية والإلترونية الكثير من الدول لديها هذه القدرات نرى ذلك في الحرب الأوكرانية مع معركة المسيرات حيث يتم برمجة هذه المسيرات ومن ثم ترسل يتم تطورها وترسل وهناك إجراءات مضادة لهذه البرمجة الجديدة وبعد ذلك يجب وضع نظام جديد من أجل التجديد إذن مثل هذه التطورات مهمة جدا وخاصة ما سبق وأن شاهدناه في اليمن يمن كانت في الخطوط الأمامية على صعيد التطورات في الحرب حرب المسيرات وكانت من أطراف الريادية في هذا المجال بأشكال عدة وأيضا يمكن أن نرى ما فعلته حماس بهذا الهجوم ضد إسرائيل أيضا كانت هجمة سيبرية متقدمة جدا ولكن المشكلة بالحرب السيبرية هي أننا وكأننا في حرب أشباح يمكن أن نلقي باللوم على أي طرف سابقا كان بالإمكان إرسال إرهابي ونقول هذا عبارة عن نشاط إرهابي ويمكن أن نختبئ وراء الإرهابي ولكن الآن من السهل حتى سهل أكثر الإختباء وراء الحرب السيبرية بهذه الطريقة يمكن أن نقلق الظروف للحرب والحوادث التي قد تسبب فيما بعد إلى حرب أخرى وبالتالي من المهم جدا أن نطور هذه المعرفة عن الحرب السيبرية وكل الخدع الموجودة ضمن هذه الحرب على الناس أن يعلموا كيف أن هذا النقاش عن الحرب السيبرية كيف أنه مضلل وكيف يمكن استغلال هذا الموضوع من أجل إشعال الحوادث الحرب بين الدول بالتالي المسألة تشكل مشكلة كبيرة بالفعل كما فسرت السيدة بهية طيب سيد سيد مارك سننتقل معك ومع سيدة بهية إلى العنوان الثالث الصين الصين هي الشبح العنوان الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الماضية والآن كيف يزج مشاهدين باسم الصين في الحرب الدائرة حاليا التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة كيف يلقى اللوم على الصين في بعض المواقف سنتابع معك سيدة بهية الصين والحرب على غزة نعم يعني اللافت أو الجديد بهذا الموضوع كان تعامل جزء الأكبر من وسائل الأعلام الأمريكية البارحة مع خبر المرتبط بالتكنولوجيا الفائقة الدقة في إسرائيل والتي تواجه بحسب المزاعم صعوبات في استيراد المكونات من الصين وبالتالي اعتبروا أن هذه يعني عقبات بيروقراطية أمام شحن مكونات يمكن استخدامها للأغراض المدنية وأيضا العسكرية وبالتالي وبحسب مسؤول حكومي يعني ينصبون الأمر أو يعتبرون الأمر أنه له علاقة بالحرب الدائرة والحرب الدائرة في قطاع غزة ولكن فعليا ومن يراقب الموقف الصيني على كفة المستويات ويعين تعامل الأعلام الأمريكية مع هذا الموضوع على وجه الخصوص يلاحظ أنه دائما ما حاولت سابقا الصين أن تقف موقف الوسط يعني في ملف الصراع بين الكيان الإسرائيلي وفلسطين وبهذه الحرب يعني بالنسبة للكثيرين لم تقدم أي موقف متقدم فعليا إن صح التعبير أو أقله يعني الموضوع جدلي يعني هناك من يعتبر أنه مقارنة مع مواقف سابقة ربما الموقف الآن متقدم وهناك من كان يتوقع عن مزيد من اللاعب الصيني وما شابه ولكن دعوتها إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وموقفها من الجانب الإنساني في غزة كل هذا الأمر بالطبع لم يعني يعني لا ينال إعجاب تل أبيب ونعكس هذا الأمر على المؤسسة الإعلامية الأمريكية وأيضا الإسرائيلية التي انتقدت هذا الموقف الصيني وتعاملت معه بهذا الإطار منذ الأيام الأولى هنا نشاهد في هذا الفيديو تغطية سريعة لعينة من السي أن أن التي ترفض بوتين واتشي وترفض الموقف الذي أدان أو الذي رفضوا فيه إدانة حماس بالصورة التي كان مطلوب منهم أو كان الإسرائيلي يتوقع منهم إدانتها سنشاهد توقع توقع ترجمة نانسي قنقل نانسي قنقل تتشطره مع عديد من دول الجنوب العالمي هكذا يعني تعنون وتتحدث هذه المادة أيضا في modern diplomacy تفاعل دول جنوب شرق آسيا مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هذا كان محط اهتمام وبحث للصراع تأثيرات معقدة على الديناميات في منطقة جنوب شرق آسيا فرغم الانفصال الجغرافي ثمت عوامل عدة منها الديني ووسائل التواصل الاجتماعي هي التي اعتبروها أنها تجعل الصراع يتغلغل في حياة الناس في جنوب شرق آسيا وسياسات دولهم وأيضا معهد واشنطن درس الموضوع وبحث في أسباب انحياز الصين كما سماها ضد إسرائيل ولماذا قد يأتي ذلك بنتائج عكسية يعني في محاولة للتحريد والتهديد وكل هذه الأمور والجزم كذلك الصين انحازت ضد إسرائيل نعم رد الفعل الصيني الحاد ضد إسرائيل بفعل تركيزها على تحدي واشنطن هكذا وصفوا الموضوع ضمن الصراع الأمريكي الصيني يكشف حدود نفوذها الدبلوماسي في الشرق الأوسط أيضا الإيكونوميست يعني تعنون كيف تنظر الصين إلى غزة ويعتبر أنها ضربة للغطرس الصينية في الشرق الأوسط ولكنها فرصة لتقريع أمريكا في الجاردين بنفس السياق الصين يعني تاريخها حافل بنصرة الفلسطينيين لكنها تواجه الآن معضلة دبلوماسية وكما ذكرنا يعني عن المواقع التي تعاملت مع ما سمته العقوبات غير المباشرة بموضوع الرقائق وموضوع التكنولوجيا الفائقة الدقة وهذا ما أثار استهجان كتاب هذه المواد الأهم بهذا الموضوع يعني عندما نتحدث عن الجوانب السياسية تحتمل الكثير من النقاش والكثير من الأبعاد ولكن الجزئية التي استوقفت الإعلام الأمريكي أيضا كمان منذ بداية طفان الأقصى هي الحالة الشعبية التي يمكن رصدها على منصات تواصل اجتماعي على وجه الخصوص يعني هنا نتحدث الحالة الشعبية في الصين نعم يقول الزعماء الغربيون أنهم يعني أنهم يقفون إلى جانب إسرائيل الجماهير الصينية وقفت حرفيا لإلقاء التحية على الفريق الفلسطيني هذا ما سنشاهده خلال دورة الألعاب الأسيوية التي أقيمت في هانجزو أمس والترحيب الكبير في فلسطين هذا الفيديو عندما نشر هكذا كانت الكابشن طبعا نتحدث عنه منذ أسابيع عندما كانت بطولة بطولة الألعاب الأسيوية سنشاهد في هذا الفيديو كيف رحبوا بحرارة أو تفاعلوا مع الموضوع الفلسطيني ومن ثم نستكمل تفاعل لجمهور الصيني مع القضية الفلسطينية Western leaders said they stand with Israel but Chinese audiences literally did stand up for the Palestinian team at the Asian Paragames in Hangzhou yesterday there was a huge roar of welcome Chinese audiences are not generally political but tend to cheer for the underdog while Israel was not present being part of the European Games the Asian Games have proved to be a good way of semantic hostile politics يعني الجزئية الأخيرة حول هذا الموضوع باختصار شديد أنه دائما في اتهامات أنه الحكومة الصينية تحاول عزل الجمهور الصيني وأبعاده عن القضايا السياسية والقضايا العالمية انترنت سيادي انترنت منعزل حتى موضوع التطبيقات تيك توك المنصة الصينية نفسها يعني تجد أنه في منصة لكل دول العالم ولكن للجمهور الصيني فيه خصوصية بمنصة مستقلة عن باقي المنصات وهكذا ولكن اليوم اللافت أنه حتى على المنصات الصينية باللغة الصينية الفيديوهات صناع المحتوى جزء كبير من المؤثنين يتفاعلون مع القضية الفلسطينية بأمر لافت جدا هذا ما استوقف بعض المحللين أيضا وأصحاب المواقع الأمريكية التي تتحدث باللغة الإنجليزية في موقع واتس اون ويبو وهو موقع مختص بتحليل المحتوى المنتشر على المنصة الصينية ويبو يقول ويعنون بصراحة ردود فعل وسائل التواصل الاجتماعي الصينية على الحرب بين إسرائيل وحماس أولا مشاعر مؤيدة للفلسطينيين وأيضا خطاب معادن للسامية يعني الجزئية الأولى التي اعترف وأقر بها هذا التحليل للبيانات أنه فعلا المشاعر منحازة لصالح القضية الفلسطينية ولكن يخضع هذا الموقع الذي يعني يتوجه للرأي العام الغربي والأمريكيين على وجه الخصوص لنفس المعايير والنفس المنظومة التي تحكم العملية كل من ينتقد إسرائيل هو معادن للسامية بس الصين يعني بعيدين شعب الصيني عن موضوع هكذا يتعاملون مع الجمهور الغربي حتى أنه نيوزويك تقول أن مواقع التواصل الاجتماعي في الصين تقاوم المناشدات الإسرائيلية عبر الانترنت وهذا يأخذنا لجزئية تحدثنا عنها بالسابق وهي توظيف المؤثرين وآلات الدعاية لتجنيد أشخاص لأن نشر سرديات مؤيدة للإسرائيليين وحث الناس عن الابتعاد عن المحتوى الفلسطيني وما شابه هنا كان في دعوة لافتة السفارة الإسرائيلية في الصين جمدت قسم التعليقات على منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن قوبلت تصريحاتها ضد حركة حماس باللا مبالات بالشماتة من المستخدمين على الانترنت الصيني هكذا تقول نيوزويك الأمريكية بإكرار واضح لفشل هذا الأسلوب حتى بمخاطبة الجمهور الصيني سوف نسأل سيد سان مارك وأرجو أن يختصر سيد سان مارك لأن الوقت دهمنا بين الموقف الرسمي الذي تحدثت عنه السيدة بهية بشكل واضح الصين تدعو لوقف اطلاق النار بشكل أساسي وتعارض هذه الحرب وهذا يتطابق مع مواقف كثير من الدول الصين لا تنفرد بها وحدها حتى الأمين العام الأمم المتحدة دعا إلى ذلك لكن هل الولايات المتحدة الأمريكية تحاكم الصين بسبب تاريخها المؤيد للفلسطينيين أو بسبب آراء شعبها الذي المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي للشعب الصيني يبدو متعاطفا مع الفلسطينيين وليس معادن للسامية كما تتحدث وسائل الإعلام الغربية لكن هو متعاطف مع الفلسطينيين أعتقد أن الفلسطينيين يتعرضون أو هم ضحايا لسياسة استعمارية منذ فترة طويلة والصينيون هم من أسسوا الحراك المعادل للاستعمار وهم يؤيدون الفلسطينيين بهذا الإطار وهنا نرى تاريخ استعماري وراء ذلك هذه السياسات الحربية وسياسات إسرائيل منذ تأسيسها أيضا لها جانب استعماري وبالتالي نرى الصين تلعب أو تعمل من أجل حلب ديوبناسي والصين تقترح مخرج لهذا النزاع وهذا مهم عملية إعادة رسم المنطقة من خلال عقد مؤتمر سلام للمنطقة للمنطقة بأكملها وبهذه التلاك يمكن أن نوجد الظروف المناسبة حيث يمكن أن نجد فوائد اقتصادية للإسرائيل والفلسطيني خيارات أكثر جذابة لإسرائيل بدلا من السياسات الحربية عينها قد تتغير إسرائيل وقد نرى واقع مختلف في غرب آسيا تطور البرى التحتية وتنمية والأمور التي قد تتقل إسرائيل وفلسطين إلى السياسات الموية إيجابية هذا ما تقترحه الصين وهناك هذه خطة تسمى أواسس منذ 1975 تطوير المياه والبنية التحتية وبالتالي أن نصل إلى حالة حيث أن هناك مجال من أجل التعايير ساند مارك رئيس مركز شيرر في السويد في ستوك هولم أشكرك جزيلا شكر سيدة بهية حلاو ومديرة المادين أونلاين أيضا شكرا جزيلا لك على هذه المادة وإعدادها الذي تبدلين فيه جهدا مشكورا شكرا جزيلا هذه الحلقة انتهت مشاهدين شكرا المتابعة إلى اللقاء